اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومعقاطاً نلغي دي عشان يبقى عندي مساحة واسعة واخد البرسلسي دي وحبطه في الجنب كده مش عايزها حيس بقى عندي مساحة بالشكل ده كده بصوا بقى خلونا نروح للكمب المقفول ده وندغط نفتحه كده يبقى لإفلام دول مفتوحين ونسلكت أو نعمل اكتيفيت للكمبوزيشن فيور اللي على يمين واروح اخد مثلا الفلور كده ده اتقلب للفلور تمام طيب هاجي على ده طبعا ده اتقلب للفلور خلاص اقفله اجي على ده اللي مفتوح ده وارجع الريبونز تاني واقفله طبعا استفدت استفدتنا انا هرجع هنا كده واروح هنا هون خلاص ده الفلور بصوا كده انا هلغي خلاص هلغي الادجستمنت خدشو شايف الفرق كل يعني كل لون خد شكله وخد حيويته نقفل الكمبيفير ونرجع نكمل شغلة تاني نجي بقى كله مع بعضه طب انا عملت دي كده تمام التام انا عايز احط البيجراوند البيجراوند على فكرة هي تودي خلاص لكن انا اقول لكم الحاجة حلوة تعالوا نروح على layer new solid خلي السلد مش عبيض قوي خلاص وعمل اوكي اخد السلد دي احطها كده خلاص قدنا عملنا الخلفية البيضة انا كمان عايز اعمل على البيجراوند دي شغلة عايز اعمل شغلة شغلة طب هعمل control shift c هعملها composition واسميها بيجي وعمل اوكي double click وافتح الكمب دي واروح على layer new solid واسميها او optical flares واروح على optical flare double click هنزله هنا كده وتعالوا نروح ل options ونروح نشوف flare يناسب needs بتاعنا او الاحتياج بتاعنا هروح ل light مثلا هالي مناسب اعطاكو الده اللي مناسب double click وهروح اضيف لده بس شوية حاجات عايز اضيف له عايز اضيف له عايز اضيف له ايرز في ايرز كده عامل زي الشاشة في ايرز عامل زي الشاشة مش عارف هلاقيه ولا مش هلاقيه طب ده يجي منين ده بقى في ايرز لنا بقعامل زي الشاشة كده مش عارف هلاقيه ولا مش هلاقيه طب في ال custom هالي هو في ال custom بس هو عايز ندور بالراحة هو ده موجود فانا عايز الاقي 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 التاني طب التاني ده موجود فين ما ممكن يكون موجود هنا وانا مش مكتبه اللي هو ده حاجة زي ده زي الايرز ده فهو فين بقى ما فيه ما فيه ما فيه ما فيه خليه كده طيب نروح لل global color عايزه بياخد لون بالراحة هنغير الوان كتير قوي هنا على فكرة واروح لده الجلو اياخد نفس نفس الدرجة ده و الجلو التاني نفس الدرجة على فكرة انا بروح لللون واسيبه الدرجة زي ما هي خلاص علشان البلند مود ما يبوضلش الدنيا البلند مود هنا معمول هو على فكرة انا هنخليه سكريم بس هقولكوا ليه دلوقت هروح ل هسيب الجلو ده هاخد الايرز الازرق ده هخليه برتقاني واخد الايرز الازرق كل ده ازرق على فكرة هخليه برتقاني وده نفس الموضوع اه اه وده وده ده باين باين ده نفس الموضوع وده نفس الموضوع وده نفس الموضوع طبعا انت حر انت براحتك ده والله ده شكل كويس ولو اني عايز اخليه واخد اصفر الايروس ده واخد لون مخدر لان عايزه مصفر ورعي ان الوانك الى حد ما تكون غمقه سنة لان هي هتتعمل هناك قاد فعشان ما بوزلكش الدنيا ده ده مظبوط ده معانا ماشي ماشي احمر ماشي مفيش مشكلة ده ملاده ده اخدر اخدر يعني مش هينفع كل دول على فكرة اللي يهمني بقى الاسترايج يعني انا فيه الاسترايج ده اللي عملي ازمة كل الايروس ده على فكرة مش مشكلة هي كده كده هتطير في القاد اصلي ده بقى ده اول واحد او تمام والمالتي ايرس ده اللي هو الاخ ده ده تاني واحد طبعا اللي جوه ده تمام ده اللي فوق ماشي في واحد تاني وفي واحد تاني هربان انا مش شايفه لانه متالي هربان تحت ماشي ده من غير اللون اصلا ماشي ماشي هاره طيب 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 효فة انه ليس عدوط مع وانه يده جده جده unaanza ازراج ده واخر ازراج ده كان عربان فين ده بقى طيب لا مش ده وانا مش عارف اسمه لان على فكرة البرزيتس دي كاستم برزيتس فاللي عملها سماها اسامي براحته اهو سبحان الله مع انه مغارش اسمها بس يلا انا قلت في حاجة انا مش شايفها اساسي طيب حلو قوي اوكي ماشي بعد كده اهو هنقول له الرندر مود ماشي البلند مود والله يجرب اد طبعا مش باين حاجة سكرين والله سكرين حلوة خلاص اهو pin light بايزة اهو soft light بايزة طب color dodge color dodge برضه حلوة بس لو غيرنا ال global color ده اهو يعني ما بانيتش قوي طب classic color dodge بوزة الدنيا هي screen مش كويس طب هل احنا كده اكتفنا لا ما اكتفناش ليه انا عايز ادي برضو حاجة حلوة لل background هروح layer new adjustment وهحط هجرب الاول curves طبعا مش عايز levels انا ما فيهاش اصلا فهروح لو جربت اعمل كده واعمل كده ولا الهو طيب لو جربت اعمل كده بحيس ارجع الرد خلاص اه كده ال green نفس القصة blue نفس الحكاية طبعا فيه فرق بسيط شوية بس نافع يعني بعد كده duplicate adjustment هشيل curves من على اول واحد واحط عليها على فكرة الفست بلار ده اعتقد ان احنا نحتاج نخلف الاثنين نحط adjustment دي تحت ايه اخلي ده مثلا بعشرين repeat edge pixels تعال الدي بقى overlay buzzer طيب shift مع زائد و ناقص shift مع زائد و ناقص عشان نشوف blend mode يكون كويس المتالي blend mode ده فعلا كويس طب يحصل حاجة لو خلافنا الاثنين مكان بعض مش هيحصل مش هيحصل حاجة اعتقد كفاية شغل قوي في background بالشكل ده نرجع هنا لل repons هنلاقي background بالمنظر ده طب هل فيه animation اه في animation طب الانميشن هنعملها ازاي و انا مش شايف فاقول لك لا في الحالة دي بقى الاثنين كومبو فيور دول ينفعل خلاص لو انا قفلت دي على اللي عليه و قفلت دي على اللي هي عليه اقدر اعمل animation زي ما انا عايز تمام بس برضو هقفل حاجة تانية ان انا هعمل animation لمين ليه optical flare يبقى انه محتاج اقفل effects controls ليه عشان لو رحت هنا دي ما تتغيرش فانا بشتغل هنا بس انا فعلا شغال على الكومب دي والرزلط بيبانلي في الكمب طب تعالوا كده نشوف هنعمل animation عامل ازاي هاخد optical flare و احركه يمين نشيب المنظر ده فوق شوية كده نشيب المنظر كده طب بدل ما انا عمال احرك يعني اسف الكلمة بحرك عمياني كده فانا ممكن اخد ممكن اروح الويندو و اقول له فين project ويندو فين project ويندو فين واخد بس الماستر scene في ال background خلاص تحت تحت optical flare خلاص واخليها هشيل هشيل background كده خلاص ومجرب بس ان انا هعمل right click واقول له guide layer مش هيعمل لي render ليها في الناحية التانية ارجع background زي ما كانت لا اسيبها زي ما كانت مش مشكلة امسك بقى optical flare خلاص احرك position بتاعه زي ما انا عايز بالمنظر كده كل بقى اللي انا هعمله ان انا هاجي مكان ما انا حابب تمام هنا كده هنا هو بالظبط وقوم جاي رايح على brightness وال scale ومخليهم صفر ومخلي جيب صفر اضغط u تمام وهطلع هنا شوية كده خلاص وقوم جاي رافع ل130 مثلا وارفع scale 110 حاجة كده اعتقد بالسكيل هزوله شوية محدش يخاف من القصة دي القصة دي اصلا كلها هتروح لو انا عملت كده تمام ف ال brightness ال brightness على فكرة مش هتتغير خليها مية تمام وبالمرة هحط keyframe ل position x y هروح للاخر اخر خالص خلاص وهحرك بس position ده على y ايه على x اسف ده كده y هحركه على x بالمنظر ده اعتقد انها تروح كده شوية كده شوية تمام طبعا هاضغط u واسلكت كل ده تمام واعمل right click keyframe assistance وقول له easy ease بعد كده هقوم شايل layer guide ورجع background زي مكانك طبعا اه ممكن بقى اني اغير في اللون بحيث ان انا اظهر الفلير مش شاكد وعلى فكرة ما كانش صغير قوي في scene متهيقلي هتجرب تغيير الالوان وبرضو اعتقد ان احنا هنغير نفك بس fix control لان انا متهيقلي ان من الكيرفس آآ الكيرفس عامل مشكلة بس كده انا بس هسحب شوية من الاحمر ده عشان تصبط بالشكل ده كده كده هنزوده سنة بسيطة مش كتير في المنظر ده والرد هزوده في الهايلايت واسحبه من الشادوس او انا مش هزوده في الهايلايت انا اسحبه من الهايلايت واسحبه شوية كمان من الشادوس بس نقفل بقى دي ونشوف هل الانيميشات مصبوط ولا مش مصبوط نروح ونشوف انا مش عارف البيجراوند دي مدية على على كده ليه نخليها ابيض نمشي بقى كده اه مظهر على فكرة مشكلة الخلفية انها بيضة مضيعة الدنيا طيب طيب اه 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 شوية مش عايزو ابيض ابيض كده ظهرت كده ظهرت كده ظهرت واريبونز كده ظهرت واريبونز كده ظهرت نعمل بقى نزيروا من واحدة المفاتيح ونشوف دنية نشيسي اه authenticه اشتركوا في القناة تمام كده خلصنا الورشاة مبروك طيب نروح بقى ليه تاني معلش تمام واللي انا بس عايزه ان انا اجيب دي على اكس شوية بس كده الحسنية ما كانش باين اصلا بس كده كده انتهينا من اا الورشة بتاعتنا بتاعتنا يعني اعتقد ان احنا نشوفنا حاجات كتير قوي طبعا تقدر انت بقى تغمق تزود فتح تقليع من اللي انت عايزه في في حبة مشاكل قبلتنا عرفنا ازاي ان احنا نتغلب عليها ممكن على فكرة انك انت تلاقي حتة في هي قليلة شوية بس زبطالك الدنيا ممكن توقف على كده تمام بالمنظر ده ممكن اصلا اصلا انك انت تروح من الاوبتكال فلير نفسه وترجع للاوبشنز بتاعته وتقلل او تزود الجلوبال اسكيل بتاعه عن مية في المية فيديلك الشكل ده اعتقد الشكل ده احسن كتير او من الشكل الاولى اتمنى كونوا استفدتوا من المحاضرة كان معاكم مهندس احمد عبدالرحمن رياض من اكاديمية جي اف اكس اكاديمي ضد نت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته